بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الصلح الصلح عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين وله أنواع كثيرة ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها ويمتنع الإصلاح في حالة واحدة وهي ما إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح بذلك وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره رواه البخاري فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر